أنا أعطيك مثالاً أصلاً بعضهم نعم أصلاً غير وجهة نظره بناء على مثل هذه النظريات التجديدية يعني مثلاً عندك البروفيسور أنتوني فلو هذا بروفيسور إنجليزي كان إلى عهد قريب من أشد المدافعين عن الإلحاد والمحاربين للفكر الديني كان أصلاً من أبرز نجوم الإلحاد في عصرنا يعني هذا الرجل خاض مناظرات مع المتدينين كثيرة في بريطانيا في أميركا والمناظرات حتى مصورة بالصوت وبالصورة إذا تستطيعون تستطيعون أن ترجعوا إليها وترون يعني كان يدافع عن الإلحاد بقوة وألف كتاباً في السبعينات مضمونه هذا أنه أراد فيه إثبات أن الفطرة في الإنسان هي الإلحاد وليس الاعتقاد بوجود الله لأنه من أعظم حجج الدينيين ما هي أنه الفطرة نعم أن الفطرة الإنسانية هذا الإدراك الفطري يقولون الفطرة في الإنسان الاعتقاد بالله عز وجل فهو أراد أن يعاكس ذلك وألف كتاباً مفصلاً في هذا الشأن أصلاً تقريباً له أكثر من أربعين كتاب على ما ببالي كلها في الدفاع عن الإلحاد وفي معاكسة الفكر الديني واستمر به الزمان هكذا لكن مع مزيد من الاكتشافات العلمية مع مزيد من الأبحاث من بينها نظرية التصميم الذكي هذا الرجل تخيل أنه في سنة لم تخني ذاكرة في سنة 2004 ألف كتاباً وأنا اطلعت على هذا الكتاب في نسخته المترجمة إلى العربية كتاب جداً قيم اسم الكتاب هذا عفواً شنو اسم الكتاب هو مسوي أشكل كان كاتبة كان كاتبة وشطب على كلمة نو على كلمة نو خلوا عليها الشكل تغريباً خط أحمر فصارت العبارة شنو بالفعل كان مثيراً أنه شخصية من كبار الملاحدة في هذا الزمان من نجوم الملاحدة ومن من كانوا يعني يرفعوا إلى عنان السماء في العبقرية وفي الفهم وفي العلم وإلى ما هنالك يتحول بعد إذن إلى الاعتقاد بالدين ويقول نعم هناك إله مع أنه في إدراكه لهذا الإله هو لا يأخذ بدين ما يعني هو لا يقول بالنصرانية ولا بالإسلام ولا مثلاً بواحد من هذه الأديان أصلاً هو إلى الآن لا يؤمن بوجود الرسل مثلاً يقول أنا لا أجد دليلاً الآن على وجود الرسل لكنني وجدت دليلاً على وجود الله عز وجل وماذا؟ أن هذا الكون بهذه الدقة في التصميم لا يمكن أن يكون من غير مصمم مصمم دقيق وهذا المصمم الدقيق هو الله عز وجل